بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 108 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركة فيكم بعدما ذكر الشيخ رحمه الله فيما مضى مشاركة الكفار في أعيادهم قال وأما الرطانة أو الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب باب تسمية الشهور بالفارسية قلت لأحمد فإن الفرس أيام وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروا فيه عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال آذر ماه وذي ماه قلت فإن كان اسم رجل أسمه به فكرهه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذا استمرار من الشيخ رحمه الله في استنكار مشاركة الكفار في أعيادهم واستطرد إلى أنه أيضا لا تستعمل الأسماء التي يسمون بها الشهور الله سبحانه وتعالى قال راهي جل وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تلى هذه الآية قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا ثم عدها صلى الله عليه وسلم بأسمائها المحرم شهر الله المحرم وصفر والربيعان والجمادان ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة فتسمى بهذه الأسماء العربية ولا تسمى بأسماء الشهور الرومية والأعجمية في بلاد المسلمين لا يسمى لأن هذا من التشبه بهم من التشبه بهم في التسميات وهذا ينبه على ما استشرى في بلادنا الآن فإنك حينما تمشي في أي شارع أو في أي طريق ترى اللوحات يكتب عليها أسماء أعجمية أسماء المحلات أعجمية بل إنهم يجعلون يجعلون الحروف العربية تقارب أشكال الحروف الأعجمية لا لشيء إلا لعشق اللغة الأعجمية فهذا أمر ينبغي التنبه له تتحول البلاد والشوارع إلى مظاهر أعجمية نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله قال وسألت إسحاق قلت تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل آذرماه وذيماه قال إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو تاريخ الكتاب إذا احتاج إليه وهو موجه إلى عاجم أو إلى من لا يفهمون الشهور العربية فلا فسيخاطب بلغتهم وأن تكتب الأسماء التي يفهمونها لكن المشكلة إذا كان هذا يتداول بين المسلمين العرب الفصحاء الآن في المطارات والطائرات والمستشفيات الكتابة كلها باللغة الأعجمية الأجنبية والعربي يصبح لا يفهم شيئا ولا يدري شيئا حتى ما كتبه حتى اسمه لا يدري حتى يسأل من يقرأ بالأعجمية يقرأه له هذا في بلاد المسلمين هذا تغريب هذا تغريب مستنكر نعم بسا الله وقال وكان ابن المبارك يكره إزدان يحلف به وقال لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد نعم إذا كان في لغة العجم أن إزدان يحلف به وهو قد يحتمل أن يكون صنما أو مخلوقا فإن هذا العالم الجليل كان يكره يحلف به خشية أن يراد به شعارا كفريا نعم قال وكذلك الأسماء الفارسية نعم قال وكذلك أسماء العرب كل شيء مضعف نعم قال وسألت إسحاق مرة أخرى قلت الرجل يتعلم شهور الروم والفرس قال كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس نعم إذا لم يكن يمت إلى دينهم أو إلى عيد من عيادهم فلا بأس أن يتعلمه لا ليستعمله لا ليستعمله لا ليستعمله وإنما ليعرفه إذا احتاج إليه نعم قال رحمه الله فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان أحدهما إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه نعم لا يتكلم بلغة لا يعرف معناها قد يكون معناها من معاني الكفر أو سب الله أو رسوله أو تعظيم الآلهة من دون الله عز وجل فهو يتوقف عن اسم لا يعرف معناه لألا يكون شعاراً دينياً نعم قال ولهذا كرهة الرقى العجمية كالإبرانية أو السريانية أو غيرها خوفاً أن يكون فيها معاني لا تجوز الرقى هي القراءة على المريض والمصاب لها شروط الشرط الأول أن تكون من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني أن تكون باللفظ العربي لأن لا يدخلها أسماء مجهولة كأسماء الشياطين والجن فيكون هذا من الشرك بالله عز وجل الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذه الرقية سبب من الأسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا قال رحمه الله وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق لكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته وينجهل معناه فأحمد كرهه وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه نعم فهذا الأمر له ثلاث حالات الأولا يعلم أنه ليس فيه محذور فهذا لا بأس باستعمالي عند الحاجة ما هو ليس دائما فضل أن يغلب على نعم عند الحاجة إليه الحالة الثانية أن يعلم أنه محرم فهذا لا يجوز استعماله أبدا الحالة الثالثة أن يجهل فلا يدرى أهل محرم أو غير محرم فهذا يتجنب من باب اجتناب الشبهات نعم الوجه الوجه الثاني كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان العربية شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائل الأمم التي يتميزون بها الواجب على المسلم أن يتعلم العربية لأنها لغة القرآن وأن يتخاطب المسلمون بها وأن يعلموها للأعاجم المسلمين إذا أسلموا يعلمونهم اللغة العربية هذا هو الواجب وأما أن يكون الأمر بالعكس تغلى باللغة الأجنبية وتختفي اللغة العربية ويكثر تخاطب الناس بها فإنه سيأتي زمان تنسى اللغة العربية وهذا ما نخشاه الآن في المناهج مناهج التدريس الآن على قدم وساق الدعوة قائمة إلى إدخال اللغات الأجنبية في المناهج وعلى حد كبير وتعميم على الطلاب والذكور والإناث لا شك أن هذا جور على اللغة العربية وزيادة عن الحاجة لأن هذا على المدى القريب للبعيد سيقضي على اللغة العربية فيا أيها المسلمون يا أيها العرب حافظوا على لغتكم واحذروا من اللغة التي تتغلب عليها وتغطيها وهي لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية نعم الأصل أنه لا يدعى الله أو يذكر الله باللغة العربية لغة القرآن لغة الذكر الذكر الحكيم ولا يسمح إلا للأعجمي الذي لا يفهم العربية أن يدعو بلغته وأما العربي فلا يجوز له أن يدعو بلغة أجنبية نعم وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات هل تقال بغير العربية نعم لا تقال إلا للأعاج من الذين لا يستطيعون التعلم العربية أما العرب فإنهم لا يجوز لهم أن يأتوا بأذكار الصلاة بلغة أجنبية وتفطل الصلاة بذلك نعم وهي يريد أذكار الصلوات هي ثلاث درجات أعلاها القرآن ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة بالإجماع وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور وهو الصواب والذي لا ريب فيه القرآن لا يمكن ترجمته بغير العربية لأنه معجز ولا يمكن أن يؤتى باللغات الأخرى بلغة تقابل اللغة العربية التي نزل بها القرآن فترجمت القرآن حرفيا هذا معجز ومستحيل ولكن تترجم معانيه يعني تفسير القرآن ولذلك الترجمات الموجودة الآن تعنون تفسير معاني القرآن الكريم ولم يقول ترجمة القرآن الكريم وإنما يقولون ترجمة معاني القرآن الكريم فلا يمكن أن يقرأ القرآن بغير اللغة التي نزل بها نعم ثاني قال الأول قال القرآن لا يقرأه بغير العربية سواء قدر عنها أو لم يقدر عندها الجمهور وهو الصواب الذي لا ريب فيه حتى لو قدر على اللغة الأجنبية لا يقدر أن يقرأ القرآن بها لأنه لا يمكن أن يأتي بلغة تقابل لغة القرآن نعم قال قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز هذا نعم يمتنع أن تترجم سورة نعم يمتنع يعني يستحيل نعم واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر عن العربية نعم وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها وفيه لأصحاب أحمد وجهان أشبهها بكلام أحمد أنه لا يترجم وهو قول مالك وإسحاء والثاني يترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد الشعفعي أما الأذكار غير القرآن وهي من أركان الصلاة مثل تكبيرة الإحرام مثل التسليم فهذا لا يجوز ترجمته إلا للعاجز عن اللغة العربية أما الذي يقدر على اللغة العربية يقدر أن يتعلمها يعني أو هو عربي فينا الأصل فهذا لا يجوز له أن يأتي بالأذكار التي هي أركان أو واجبات من واجبات الصلاة كالتكبيرات تكبيرات الانتقال لا يجوز أن يأتي بها باللغة العجمية وهو يقدر على اللغة العربية سواء كان عربيا أصلا أو عجميا متعلما للغة العربية إنما إذا كان عجميا ولم يتعلم اللغة العربية فلا نقول له لا تصلي حتى تتعلم اللغة العربية بل يبادر بالصلاة على حسب حاله الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم قال وَأَمَّا سَائِرُ الْأَذْكَارِ فَالْمَنْ يَبْحَمَنْ إلى أن يتعلم اللغة العربية الحاصلة أنها لا تكون الصلاة مظهرا للغات الأجنبية قال فالمنصوص من الوجهين أي عن أصحاب أحمد أنه لا يترجمها ومتى فعل بطلة صلاته هذا مشكل إذا كان تبطل صلاته ولو كانت الأذكار غير واجبة في الصلاة فهذا خطر وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل يعني يحرم هذا لكن لا تبطل به الصلاة فالجميع إذن متفقون على أنه يحرم ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن يحسن العربية فإنه يصلي على حسب حاله وبلغته إلى أن يتعلم اللغة العربية لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن مبادرة بالتعلم على الخدرة لا شك وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة وفي العقود والفسوخ كالنكاه واللعان وغير ذلك معروف في كتب الفقه نعم يراجع في كتب الفقه حكم ذلك لأنه منصوص عليه فيها وعما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب وأما مع العلم به فكلام أحمد بيّن في كرهته أيضا نعم التخاطب بها من غير حاجة بل من غير ضرورة تخاطب بها وإزاحة اللغة العربية وإحلال اللغة الأجنبية مكانها وكذلك الأسماء التي تعلن على الجرائد وعلى اللوحات الشوارع لا شك أن هذا أمر مخالف لروح الإسلام وفيه تشبه أيضا فيه تشبه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفيه ترويج للغة الأجنبية حتى تحل محل اللغة العربية وهذا ما يريده أعداؤنا نعم حسن الله لكم قال فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب أما مع العلم به فكلام أحمد بيّن في كرهته أيضا فإنه كره آذر ماه ونحوه ومعناه ليس محرم سبق هذا أنه إذا كان يعرف معناه وأنه لا محذور فيه فهذا محل الخلافة هل يكره أو لا يكره نعم ما لم يكن هذا مستديما ما لم يكثر من هذا ويستمر عليه فإنه ينقل بلا الحرام أما بعض الأحيانة وبعض المصادفات فهذا محل الخلاف أما لزومة أما إذا كان أنه يجهل معناه أو يعرف أن معناه سيء أنه سيء في الدين فهذا حرام حرام عليه أنه يتكلم بلغة فيها خلل في الدين أو إساءة إلى الدين أو تعظيم لشعائل الكفار نعم نعم كما سبق وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم نعم كما سبق هذا وهذا قول مالك أيضا نعم فإنه قال لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها لا يحرم بالعجمية يعني لا يلبي إذا أحرم بالحج أو العمرة وإنما يلبي باللغة العربية ولا يذبح بها يسمي على الذبيحة إلا باللفظ العربي مهما أمكنه ذلك نعم وقال نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا نعم كما سبق كما سبق أن النهي عن التشبه بالكفار عموما ورطانتهم تدخل في التشبه بهم لكن إذا احتيج إليها أو اضطر إليها زال المحذور بقدر الضرورة فقط وإلا فالواجب أن يكون السائد في بلاد المسلمين أن يكون السائد لغة القرآن الكريم والمحافظة عليها لألا تندثر تضيع ثم بعد ذلك لا يعرف معنى القرآن الكريم نعم ولا يعرف معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي نجهل أحكام ديننا نعم أحسن الله إليكم وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت محمد بن إدريس الشافعية يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا ولم تزل العرب تسميهم التجار ثم سمىهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب والسماسرة اسم من أسماء العجم فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية نعم هذا كما سبق استمرار فيما سبق نقل عن الأئمة العربعة رحمه الله وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن الذي ينبغي أن يسود في أسواق المسلمين التجارة والتجار والساعي بدل السمسار يقال الساعي في البيع ولا يقال السمسار لأنه لفظ أعجمي الحاصل أن هذا ترويج للغة الأجنبية من غير حاجة اللغة العربية ليست عاجزة عن الأسماء المطلوبة في التجارة وغيرها وهي واسعة فلسنا بحاجة إلى أن نستبدل لغتنا التي شرفها الله بالقرآن وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الحديث النبوي فإذا ضعفت أو نسيت استغلق القرآن والسنة وفشل جهل بين المسلمين الواجب على الأعاجم الواجب على الأعاجم أن يتعلموا اللغة العربية من أجل أن يعرفوا القرآن أن يعرفوا معاني القرآن ومعاني السنة ويعرفوا أحكام دينهم نعم قال فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية نعم وهذا الذي قال الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين هذا الذي قاله الأئمة الأربعة فيما نقله الشيخ عنهم لم يكن من عندياتهم وإنما هو مأثور عن السلف عن السلف الصالح وهو أيضا وهو أيضا موجود في الكتاب والسنة نعم وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره نعم حسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله شرح الكتاب صاحب البضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم هذه تحية في الغتام من مسجل حلقة أثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستولعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة